حالة العقاب وحالة التقنية يعني لو في واحد بنى عقار مخالف أو عمل مخالفة بتكون النتيجة تبقى لقانون 119 عقاب الشخص اللي عمل المخالفة عقاب اللي بنى أو المقاول أو المالك دول بيتعاقبوا بيتعاقب إيه؟ زي ما القانون نصر بغرامة وبإزالة المخالفة وتصحيح الأرض يعني العقار تزاله ولازم هو برضو يدفع المخالفة ولازم ده هو يتعاقب لازم اللي عمل الجور يتعاقب ثانية واحدة بس ما حضاك أستأذنك بس هارجال هارجال الكلام ده الكلام ده لا ده بيرد على الأساس سمير بيرد على الأساس سمير الكلام ده ده الوضع القائم النهاردة موجود في خانون 119 وفيين 119 انسى التصالح ده افترض انه مش هيطلع عشان بس نقدر نوضح للمشاهدين الفرق بين الحالتين خانون ده لسه مطلعش ايه اللي بيحصل النهاردة اللي بانى مخالف بيتحبس وبيغرم وبتزال المخالفة ويتم تصحيح الأوضاع عن نفس الحال في أراضي جنوب سيناء زي ما كانت أساسة بتتكلم اي حاجة النقطة اللي أثرتها الأستاذة تريزا الجيش أزال أي مباني في عندنا مناطق في الدولة بتخضع لتعليمات من الجيش الجيش بيحدد الارتفاع المطلوب ودي موجود عندنا بخانون التصالح التصالح بما لا يتعارض مع متطلبات الدفاع عن الدولة في عندنا مناطق ارتفاعها لا يزيد عن ثلاثة متر الجيش مصرح بكده وفي مناطق بتبقى صفر يعني لو حضرتك عايزة تبني فأرض بتاعتك تبني تحت الأرض ما تبنيش فوق الأرض وبالتالي لو حد بنا مخالف فيها لن يتم عليها تصالح إحنا كده خرجنا من النقطة وردينا على الأستاذة تريزة هنرجع للنقطة بتاعت عقاب المخطئ المخطئ لازم يعاقب بس مش في القانون ده المخطئ بيعاقب في القانون الساري حاليا قانون 119 ما هو ما بيعاقبش في الياخر موضي لا كله بيعاقب ما هو بيلا حدرك الشخصية المجهولة هي اللي بتتعاقب في النهاية مش اللي تتعاقب في النهاية إنما القانون ده ملوش دعوة بالمخالفة القانون ده معمول علشان الساكن اللي اشترى أنا أنجده والحقه بدل إزالة العقار بتاعه يعني القانون ده هو للتقنين وليس للعقوبة للتقنين وليس للعقوبة سيادتك اشتريت شقة مخالفة لازم تزال بحات مهوضة مسياد النابي يقول لحضرتك إنه هو لو أنا حد التصالح مهوضة كده بنخلف بين قانونين تصالح هو في السابس لازم تزال تبقى لقانون 119 في الحالة اللي تكلم عنها سبت النهاية نيجي بقى للملاحظة بتاعة اللي لحظة التانية الدور الخامس والدور السادس احنا مقدمين تعديلات على خانون 119 إن العقاب ما يبقاش شرط الإزالة من ضمن التعديلات المصادرة بحكم القضائي ودي أوشكت على الانتهاء وإن شاء الله حنقدمها للجلسة العامة في هذا الدور يعني تؤخذ منه الوحدة مثلا؟ تؤخذ منه الوحدة هو مش عايز يتصالح هتؤخذ منه الوحدة هو خالف هتؤخذ منه الوحدة عشان كده تبقى بقى ملزمة بقى اللي في الدور السادس متصالح لا مش ملزم هو لو مش عايز يتصالح هتتخم منه الوحدة تمام طيب ده خانون 119 طيب هستأذنك ده وضع الحالي يبقى النهاردة خانون التصالح نجد سيادتك وانت شارية وحدة مخالفة عمل إضافة لسيادتك سيادتك مش عايزها براحتك بس الخانون اللي حيطبع عليكي هوا 119 تمام